تابع وزير الداخلية إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مدريات الأمن حيث اطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوع لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مدير الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابع المستمرة للحالة الأمنية وتزليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لا سيما كبار السن وذول احتياجات الخاصة بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة وأشاد وزير الداخلية بما لمسه من انضباط وضقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترصيخا لدعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وتصدي الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته ترجمة نانسي قنقر